شكرا أستاذ نجم وآني حقيقة لإعتزازي ببرنامجك وإعتزازي بوجودك الوطني راح أنطيك بعلومة لأول مرة نحن على موعد مع مؤتمر كبير للمعارضة العراقية في داخل بغداد وبعد ذلك حينما نعمل هذا المؤتمر ونخرج بشروع المعارضة الحقيقي الكبير إلى المجتمع حينذاك يمكن أن نجلس مع السلطة أو مع من يمثلها ونطرح الفكرة الرئيسية لكن هناك خلافات جوهرية بيننا مثلا نحن لا نؤمن بالمحاصصة لا يمكن أن نتسامح مع حكومة تعمل بالمحاصصة لا يمكن أن نتسامح مثلا مع حكومة تعمل على أساس موازنة كلاسيكية بنيت على أسس نظام 2005 لا يمكن أن نتسامح في القضايا الوطنية وفي موضوع انفلات السلاح ولا يمكن أن نتسامح في موضوع التعيينات من دون توفير فرص عمل حقيقية القضية الأبرز في هذا اللقاء أن هذا المؤتمر الذي سيؤقت قريبا في بغداد هل سيضم كل أطياف المعارضة العراقية وكيف اتفقتم ما هي الخطوات التي ستكون في المؤتمر من هي القوى التي ستحضر تحت أي شعار أولا طبعا هناك تنسيق كبير لأكثر من شهر في موضوع هذا المؤتمر وحتى المعارضين في خارج العراق سيخصص لهم مجال للحديث بواسطة التقنيات الحديثة ويعني اللي أقول لك هي أكثر شيء أقول لك يا أستاذ دجملي تدري أيضا نعمل في بيئة خطيرة يعني اليوم نحن تعرف رافعين هذا الأمر في داخل العراق والقوة المقابلة يعني لا تفهم معنى المعارضة البناء ولا تفهم معنى أن النظام الديمقراطي يجب أن تكون فيه معارضة حقيقية مو كم واحد مستقل بالبرلمان يجون يشكلونه ويقولون أننا معارضة ولا حتى حزب الجيل الجديد نعم دكتور ليث يعني يبدو أنا قطعت عندي الكهرباء أنا خليك بس صوت دكتور ليث أسمعك نعم أكمل طيب إذا بس صوت أقول أن المعارضة لا تتكون أي لا المعارضة المعارضة لا تتكون بهذه الطريقة المعارضة لا تتكون من كم نائب مستقل حتى يقول لي أن بعض قوى السلطة تعترض علينا وتقول المعارضة لازم بالبرلمان أقول لي أنت البرلمان بالأساس أنت تمثل الأقلية المعارضة الحقيقية اليوم هي المعارضة الشعبية التي يقودها ناس ويتكلمون بصورة صحيحة ومشروعهم ماضح مشروع يعني هو ضد المحاصصة إلى آخره نقدر نأخذ حلقة كاملة ونشرح مشروع المعارضة بالتفصيل طيب أنا أشترك بكتور ليث اللي هو بالأساس هو مشروع وطني لا يميل إلى أجندة لا شرقية ولا غربية أنا الوقت خلص أتمنى لكم كل خير في مسعاكم هذا وندعو ليدات اللي بالسلطة اسمعوا معارضيكم واجلسوا معهم واحترموهم لأنهم يريدون أن يبنوا مشروعا سياسيا بعد أن فشلتم أنتم